اشتركوا في القناة والذي ياتي تحت عنوان اش اش والذي اقول من المقرر ان تقوم بدور بطولته زوجته الفنانة مي عمر حيث تعقد سامي رسميا على العمل كما اعلن الفنان السوري معتصم النهار عن مشاركته في عمل ضرامي ضمن منافسات رمضان 2025 مع الفنانة دانيل رحمة الذي سيكون من انتاج الصباح الصباح ولم يتم الكشف عن باقي تفاصيل العمل بعد كما اعلن فريق عمل مسلسل العتاولة بانه سيتم انتاج جزء ثاني منه على ان يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 كما من المقرر ان يشارك كل فناني الجزء الاول في الجزء الثاني مع عدمي كالساب التي اعلنت انتهاء دورها وتحدثت مؤخرا عن انها وجدت ان دورها انتهى دراميا لذلك قررت الانسحاب من الجزء الثاني والفنانة فريدة سيفا نصر التي اعلن اقول عن وفاة الشخصية التي تقدمها في الجزء الاول من دون سبب واضح كما تم الاعلان عن مسلسل المداح في موسمه الخامس ولكن لم يتم بعض الاعلان عن المشاركين فيه الا ان الجزء الرابع الذي عرض في شهر رمضان الفائت حقق نجاحا كبيرا مسلسل اشغال شقة ايضا تم الاعلان عن جزء ثاني منه وذلك بعد الاقبال الجماهيري الكبير عليه والنجاح الذي حققه الموسم الاول كما من المقرر ان يتضمن الجزء الجديد عددا من ضيوف الشرف الجدد في سياق المنفصل وبعد الحملة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي المصرية ضد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركيال الشيخ والذي اعلن عن انتاج عدة افلام ومسلسلات مصرية تتطرق فيها لتاريخ مصر وشخصيات مصرية نشر توضيحا قال فيه تأسس صندوق الافلام بيك تايم من اجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الافلام في الوطن العربي ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الاعلان عن احد الافلام في الفترة الماضية فاننا نود التأكيد على اننا قررنا اعادة النظر في انتاج احد الافلام التي تم الاعلان عنها او الامل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني كما نطمح ان تحقق مجموعة الافلام المعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي ويأتي هذا القرار رغبة في قطع الطريق امام من يحاول الاستيادة بالسوئينية من طيور الظلام ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الاخوية الطيبة بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مع الازمات نبقى حيث لا تزال ازمة الفنان المصري احمد عز وعدم اعترافه بنجليه التوأم من الفنان زين مستمرة منذ العشر سنوات في الجديد قضت محكمة استئناف الاسرة بالزام عز دفع مبلغ تسعمائة الف جنيه مصري قيمة المصروفات الدراسية للتوأم عن العام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين يذكروا ان مسلسل القضايا والنزاعات بين احمد عز وزينة ممتد منذ العام الفين واربعة عشر بعدما حصلت زينة على احكام قضائية عدة باثبات نسب طفليها من عز وارغم مرور عشر سنوات على النزاع ما زالت الدعاوى القضايا مستمرة خاصة تلك المتعلقة بالنفقة والمصروفات الدراسية واجور المسكن والولاية التعليمية الى سوريا الفنان حسام تحسين بيك مهنة التمتيل لها حدود وابنة نادين رفضت هذا المشهد في مسلسل الاتبديعة اكد الفنان حسام تحسين بيك ان ابنته الفنان نادين تحسين بيك رفضت تصوير مشهد وهي في الحمام ومن خلف السطارة في مسلسل الاتبديعة واستبدلوها بالدبلير واتابع قائلا ابنتي قالت للمخرجة انا ما بصور هيك مشهد قالت للمخرجة ما حدا راح يشوفك قالت لنا نادين ما بصور فجابوا دبلير تقديرا لجهودها المبذولة في الدراما العربية وخلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان المونودراما والتي تأتي ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون سلمت وزيرة التقافة الأردنية هيفاء النجار درعا تكريميا إلى كل من الفنان مونة واصف والفنان بسام كوسا أشارت مونة أثناء تسلمها الدرع التكريمي للمهرجان أن المحطة الثانية في حياتها الفنية بعد وطنها السورية كانت في الأردن حينما شاركت في أول مسلسل تلفزيوني ملون في حياتها دليل وزيبق عام 1976 كان سبب شهرتها إلى الخليج أكدت مونة أن الفنانين العرب أقوى من الحرب والقتل معلقة لأننا نحب الحياة وارتجلت واصف في غناء مقطع من أغنية يامايلة غعى الغصون وحازت على تفاعل كبير من الحاضرين إلى عالم الطرب حيث دشنت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب حسابها الجديد على منصة X بعد أن أغلق حسابها القديم بعد مشاكل عدة كانت قد تعرضت لها مع الأشخاص القائمين على الحساب بدأت شيرين عبر الحساب بالتغريد بالآية القرآنية الكريمة وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الفنانة تابعت كلا من نوال الزغبي ومن شلبي بالإضافة إلى الفنانة إليسا ومصفف الشعر طوني شلبي يذكر أن الطبيب المصري نبيل عبدالمقصود أستاذ السموم والإدمان كان قد كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية للفنان شيرين عبدالوهاب وقال بأنها في حال أفضل وأنها تستجيب للعلاج كما أنها في حاجة إلى الابتعاد عن العالم الخارجي والأخبار التي تنشر عنها استقبل الجمهور نصيف زيتون بالزغارد بمجرد دخوله وصعوده للمسرح تعبيرا عن فرحهم بزواجه وقد تفعل الفنان السوري مع استقبال الجمهور له بسعادة بالغة كما حرس الفنان نصيف زيتون على توجيه الشكر إلى الجمهور معبرا عن خجله من هذا الاستقبال موجها لهم الشكر من جهته كشف نصيف زيتون من قبل عن سبب إخفائه علاقته بالممثل دانيلا رحمة مؤكدا أنه على الصعيد الشخصي يعرف الجميع عنه أنه ليس فنانا ثرفارا وليس كثير الحديث متابعا في الحياة كي ينجح شيء أقول أي شيء وهذه فلسفة الشخصية يجب ليس أن أتكتم عليه بل أن لا أتكلم عليه إلى تركيا أين تحدث الفنان التركي مارت رمضان ديمير للمرة الأولى عن الشائعات التي طالت علاقته العاطفية بالفنان التركي عفراء ساراتش أوغلو خاصة وعبعد أن قرر الثنائي إلى غاء متابعة بعضهما البعض عبر الإنستجرام وخلال لقاء حصري لثمانية تيفي التركية والذي نشرته مجلة إتازا نيجازم على حسابها رسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قال مارت إنه لا يحب الحديث أمام الكاميرات كثيرا وعن حقيقة انفصاله عن عفراء فقال إنه ليس هناك حاجة للتعليق عما يقال حيث حاول أن يتهرب عن كل أسئلة الصحافة التي وجهت لها وكان أحدث ظهور للفنانة التركي عفراء ساراتش أوغلو مع مارت رمضان ديمير بعد عودتهما من رحلتهما في إسبانيا حيث حصرتهما عاين الصحافة ورد مارت على الشائعات التي طالتهما وتحدث عن حقيقة موعد زواجهما مؤكدا على أنها مجرد شائعات فيما تهربت عفراء من الحديث مع الصحافة وانسحبت من أمام الكاميرات جدير بالذكر أن الثنائي يشتركان في بطولة مسلسل الطائر الربراف حيث سيتم الكشف عن موعد طرح الموسم الثالث منها المسلسل لا يعجب الكثير من جمهور الدراما التركية خاصة العربية كما استطاع أن يحقق نجاحا واسعا بموسميه الأول والثاني والذي انتهى عند الحلقة الثالثة والسبعين إلى اللقاء مشاهدين الكرام في مواعد إخبارية اللاحقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة